السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أهم أكلات العيد لازم كده على أي صفرة تلاقي طبقة أو صنية رؤية طيب الرؤية الناشف هنعمله في البيت هيطلع طعمه أحلى من برة وكفاية نظافة طبعا مزاقه بقى حاجة تانية وفاري وعملي كمية كبيرة تكفي معي كيامة بتالت كبيات دقيقة هو كده كده مكوناته بسيطة جدا هتعملي أكتر من عشرين واحدة بتالت كبيات دقيقة بس يعني كمية كبيرة جدا هيطلع معيك رؤية ما أرمش من جماله كده يتاكل حاف هنعمله من غير فرن ولو حابة تعمليه بالفرن هقولك تعمليه إزاي يلا بنا نشوف الطريقة والمقدير عاملة إزاي لو أول مرة تشوفيني دي قناتي اشترك وفعالي الجرس عشان يوصلي كل جديد بمجرد ما أنا بنزله نبدأ ببسم الله وصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدير زي ما أنا قلتلك تلت مكونات فقط دقيقة ومية وملح أو رشة ملح حاجة بسيطة كده أنا هعمل الكمية بتاعتي نصف كيلو طلعتلي بالزبط حوالي عشرين أو واحد وعشرين واحدة معي هنا نصف كيلو دقيق هعمل عليها يعني رشة ملح حوالي كده نص معلقة أو ربع معلقة حاجة بسيطة وكوباية الميا دي مش مقياس للدقيق بتاعي دي على حسب ما هشوف الدقيق يعني كل دقيق بياخد ممكن كوباية أو كوباية ونص أو كوبايتين فوقت العجن هنعرف هياخد الدقيق معي بقى في العجن هبتدي ان انا حط الدقيق بتاعي طبعا عليه الملح وهنزل عليه بكوباية الدقيق كلها هشغل على سرعة عالية مكوناته سهلة جدا هي دقيق ومية وملح لو في العجن هياخد حوالي كده في العجن سبع دقيق على سرعة عالية أو خمس دقيق على سرعة عالية لو هتعمليه على ايدك يعني من سبع دقيق لاثنشر دقيقة كده هو اخد معي هنا كوباية ونص خلاص كده العجنة لمبت معي العجنة بتاعت الرؤاء مش ملزقة زي ما انتو شايفينها عجينة يبسة تمام كده خلاص انا هلمها واسبها ترتاح شوية يعني حوالي يعني ربع ساعة أو نص ساعة بالكتير قوي الكمية اللي انت هحب تعمليها براحتك بس انا بدأت معي كده من نص كيلو هاخد بقى العجنة دي طبعا بعد ما خلاص ارتاحت شوية هاخدها على الرخامة مع راشة دي كده وافضل زي ما يقولوا ايه هلت العجنة فهاخدها برضو رايح جاي كده زي ما انتو شايفين وبعدين هلفاحل وادمها كده كلها مع بعض خلاص العجنة جاهزة معي بعد كده نقسم العجنة انا هقسمه على الميزان شايفين هو معي سبعمية وحاجة يعني فوق النص كيلو كمان اه فانا هقسمه على الميزان عشان يكون كل الكور قد بعضية انا هعمل الكورة اربعين جرام ممكن تعمليها خمسين جرام هتطلع برضو مقاسها كبير بس الاربعين دي هتبقى متوسطة وحلوة جدا النص كيلو طلع معي حوالي اكتر من عشرين واحدة بعد كده طبعا اكيد بتغطيها عشان السطح بتاعها ما ينشفش او يشقق وبعدين هعمل كمية بقى دقيق كتيرة هو بصراحة الرؤاء يعني بياخد دقيق كتير فهرش كمية دقيق كبيرة على الرخامة او السطح اللي انا هشتغل عليه وبعد كده اخد اول كورة انا استخدمتها او عملتها وابتدي بقى بان الشابة ان انا رايح جاي عليها لغاية ما رأي الرؤاء هو اسمه رؤاء لان يعني سمكها بيبقى خفيف قوي وكمان يفضل اللي احسن من النشابة دي او المردانة دي اللي هي النشابة الرفيعة شبه العصايا كده طويلة دي بتبقى رائعة جدا في الرؤاء بتطلعه طحف قوي انا مش عارفة اتعامل قوي قدام الكاميرا لان الكاميرا لازق فيها فعلى قد ما اقدر حاولت ان انا اصوره لكم ممكن عشان تنجزي وقتك تحطي الاول كورة افرديها حطي عليها دي كتير حطي التانية فوقها وهكذا دقيق عجين دي عجين دي عجين وافردي كله مرة واحدة دي برضو طريقة بتسهل في عملية السوى ان انت بتاخذي كل الرؤاءات مرة واحدة انا هبتدي بان انا نخلص كل الحاجات دي كل الكورة اللي معي وهفردها على الطبق كبير مثلا او طرابيزة بحيث ان في وقت السوى هو ما بياخدش وقت قوي على النار يعني هي دقيقة واقل كمان من دقيقة فبيبقى كله شغال ورا بعضو لو انت سريعة هتعملي واحدة وتروحي تسويها وتعملي التانية عقبال ما دي تستوي فالموضوع بيبقى منجز ومش بياخد معانا وقت ده الجميل في الرؤية كده الكيمية كلها انا خلصتها معايا بقى بالمنظر ده عايزة تعمليه كبير تعمليه صغير على حسب ما انت عايزة دلوقتي انا نيجي التسوية بتاعته انا معايا اللي هي بتاعت الطاست الكريب بداية طبعا على نار عالية على النار من فوق انا ما عملتش في الفرن ببتدي ان انا حطها طبعا ما بتدهنيش ولا زيت ولا اي دهون خالص بتحطيه ما بياخدش وقت وتقومي قلبيه على طول وبعد كده بتقومي حطاه على صنية او على اي حاجة المهم ان هو يعني ينشف بقى لوحده لو انت هتعمليه في الفرن برضو بتشغليه على نار عالية وبيكون على الاخر رف من تحت خالص هتحطي صنية وتكون على ظهرها وتحطي الرؤاء بتاعك هو مش هياخد وقت يعني من الناحية دي ومن الناحية دي ممكن كمان تنجزي الوقت تشتغلي اتنين في الفرن واحدة على النار من فوق او اتنين من فوق هتنجزي معاك الوقت حلو اي ممكن كمان لو ما عندكيش طاست الكريب دي تعملي الصنية من دهرها من فوق على النار وهتبقى منجزة وحلوة خلاصة الاول اللي عايز يعمل حاجة هيتصرف يعني عندنا طرق كتيرة جدا خلصنا كمية الحمد لله اللهم بارك شايفينه بقرمش ناشف حلو جدا الكمية طلعت وفيرة ويعني كتيرة من نص كيلو انا عملت اكتر من عشرين كورة فاهم حاجة لما بيستويه بتسويه يتهوى بتفرديه كده كله بعيد عن بعضه عشان يعني يعظم يمسك نفسه كده ويبقى ناشف ومقرمش معنا لكن لو حطناه فوق بعضيه كله على بعضه هيبقى طريق مش هتلاقيه ناشف خالص بعد ما ينشف لو عايزة بقى تحفظيه طريقة حفظه ازاي يا اما في كيس بلاستيك وتقفلي عليه وقت الاستخدام بتقومي فتحها وتشتغلي عادي خالص شايفين جميل ازاي يعني تحفى تحفى ده عايزه معالي بقى او عايز نيت رؤاء لا استخدامته حلوة بصراحة وهو طالع جميل ونضيف وكفين هو في البيت لو مش عايزة تحفظيه في الكيس ممكن في طبق بلاست كبير واتغطي عليه بملاية بقى بغطى باي حاجة لحد العيد تعملي بقى من نص نيت رؤاء تعملي حلوة معالي فكل سنة وانتو طيبين اتمنى ان انا يعني اكون وصلتلكم ازاي الرؤاء بتعمل في البيت بطريقة سهلة وحلوة وبسيطة الاحلى ما فيه ان هو في البيت يعني انت ضمنا النظافة بتاعته ضمنا ازاي انت عامله هو حلو واستخدماته كتير زي ما انا قلت ازا كان في حلوة او في حادق فاعملوه في البيت احسن ما تنسونيش بقى في اللايك لو عجبكم الفيديو واشتراك في القناة اشوفكم في وصفة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة